هل سجلنا التاريخ شكون هو أول واحد قال وان تو ثري في فالالجيري؟ وإلى أي مدى يمكن تعقب هذه العبارة الشهيرة تاريخياً اللي ارتبطت بالرياضة خصوصاً وبالوطنية الجزائرية عموماً سلام عليكم أنا محمد دومير وبحثنا اليوم قصير لكنه ممتع لأنه يمسنا بشكل مباشر وهل يوجد جزائري ما قالش وان تو ثري في فالالجيري؟ أنا ملقيتش حتى تحقيق موثق يجزم القضية لهذا سنعتبر كل الاقتراحات المتداولة على أنها فرضيات وانتم قلولي وينها الفرضية لتشوفوها مرجحة وأول ما نبدو به هو أقدم تسجيل فيديو يقول فيه الجزائرين بكل وضوح وان تو ثري في فالالجيري اللي كان سنة 1975 وين لعبنا ضد فرنسا هنا في تزاير ومركينا عليها ثلاث هداف تقول أحد الفرضيات أنه هنا ظهرت هذه العبارة لأول مرة نسمعوها مع بعض اما أقدم نص مطبوع لقيتو يحمل عبارة وان تو ثري في فالالجيري هو جريدة لومون عدد ثمنتعش جوان ثنينة وثمانين يعني يومين بعد ما غلبنا الألمان في كاس العالم نقروا فيها كانت نتيجة ثنين واحد بنهاية المباراة وبدأ الصراخ وان تو ثري في فالالجيري من ألف مشجع اللي تحسوا كأنه خارج من صدور مئة ألف وخرج الجزائرين لفرنسا للشرع يغنوا راح نكونوا أبطال العالم جتولدي أما عبارة في فالالجيري لوحدها قديمة ياسر وأنا لقيتها في كتب ومصادر عديدة ترجع حتى الوقت الثورة اللي هي جاية من عبارة تحية الجزائر اللي كانوا يقولوها الثوار المناظلين ضد الاستعمار الفرنسا وذرك نشوفوا الفراضيات الخمسة المقترح قلنا الفراضية اللولة ماتش الجزائر وفرنسا سنة 1975 أما الفراضية الثانية تقول أنه قالها الجزائريين لما لعبوا ضد فريق شيفيلد يونايتد الانجليزي عام 1974 واللي غلبناهم أيضا بثلاثة هداف وبدول مشجعين يعيطوا بالانجليزية بها يفهموا اللاعبين تاشيفيلد يقولولهم وان تو ثري يعني مركينا عليكم ثلاثة هداف وزادوا معها في فالالجيري والفراضية الثالثة تقول أنه العبارة قيلت أول مرة ردا على المغاربة لما احتلوا الصحر الغربية وهم يرددون أن دوت روا في فلوروا فرد عليهم الجزائريين بعبارة وان تو ثري في فالالجيري والفراضية الرابعة تقول أنه الجزائريين أيام الثورة كانوا يسمعوا البرامج الإذاعية الدولية اللي تحكي على قضيتهم وان كان المذيع يقول إن الجزائريين يقولون وي وان تو بي فري وبدون مجاهدين يردوها جماعيا حتى حوروها إلى وان تو ثري وتبقى هذه العبارة شعار خمسة وربعين مليون جزائري في كل حدث رياضي ووطني وحماسي وقبل ما نخطب نقر فلوموند سنة 2014 بأنه مشجعي بلجيكا استخدموا أيضا هذه العبارة تاعنا لتشجيع بلادهم بعد ما سمعوا استروماي صرح في إحدى حيواراته الصحفية اللي قال سأقول وان تو ثري فيفا لابلجي كان هذا ملخصنا السريع نتمنى تكون فيه إضافة لمعلوماتكم التاريخية